جفون العذارة من خلال البراقع أحد من البيض الرقاق القواطع إذا جردت ذلة الشجاع وأصبحت محاجره قرح بفيد المدامع سق الله عمي من يد الموت قرعة وشلد يداه من بعد قطع الأصابع كما قاد مثلي بالمحال إلى الرد وعلق آمالي بذيل المطامع قد ودعتني عبلة يوم بينها وداع يقين أنني غير راجع وناحت وناحت وقالت كيف تصبح بعدنا إذا غبت عنا في القفار الشواسع وحقق لا حاولت في الدهر سلوة ولغيرتني عن هواك مطامع فكن واثقا مني بحسن مودة وعشنا عما في غبطة غير جازع فقلت لها يا عبل إني مسافر ولو عرضت دوني حدود القواطع خلقنا لهذا الحب من قبل يومنا فما يدخل التفنيد فيه مسامعي أيا علم السعد هل أنا راجع وانظر في قطريك زهر الأراجع تبصر عيني الربواتين وحاجرا وسكان ذاك الجزء بين المراطع وتجمعنا أرض الشربة واللواء ونرطع في أكناف تلك المرابع ويا نسمات البان بالله خبري وبيلت عن رحلي بأي المواضع ويا برق بلغها الغادات تحيتي وحي دياري في الحمى ومضاجعي أيا صادحات الأيك إن ميت فاندبي على تربتي بين الطيور السواجعي ونوحي على من مات ظلما ولم ينل سوى البعد عن أحبابه والفجائع ويا خيل فبكي فارسا كان يلتقي صدر المناية في غبار المعامع فأمسى بعيدا في غرام وذلة وقيد ثقيل من قيود التوابع ولست بباكن إن أتتني منيتي ولكنني أهفو فتجري مدامعي وليس بفخر وصف بأسي وشدتي وقد شاع ذكري في جميع المجامع وحق الهوى لتعذلوني وقصروا عن اللوم إن اللوم ليس بنافعي وكيف أطيق الصبر عن من أحبه قد أدرمت نار الهوى في أضالعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر